خلينا أخذ شيء اسمه ماسلس كارت ماسلس كارت رح أخذ عرباية العجل كنتم تضار طبعات عرباية طبعا تضطي تانية عرباية وجوبه فيها يلعبوا ولا ما تضطي ولا ما تضطي تلعب أي شيء طيب خلينا أخذ ماسلس كارت هاي باقي الهماس بس في عنها عجلات راح نحط عليها راح نحط عليها ماس وماس هاي لها عجل عجلها ومربوطة مع بسبرينج استيفنس تبعته والدامبر كما في دامبر كوفيشن تبعها إذا نعندين هذا السيستم هلا لاحظوا هون اليموت أنا ما راح أثر على الماس وبيش راح أحاول أعمل راح أمسك الكارت واسير أحركها كأني حاطت عرباية هلا ما بمسك الكارت وبحركها في البداية الماس راح أطلها مكانها بعدين راح يبدأ مين يعثر عليها السيزم برك وبي يحركوا فرح أحط أنا هلا البرامتر ضروري نحط الإشارة لازم أحط الاتجاه فأنا الآخر اللي بهمني هو بهمني شو حركة الماس كيف راح تتحرك الماس وايش اليموت راح أثر فيه بالحالة هاي مش راح أثر يعني شوفوا كأني ايش راح عامل راح أجيب عرباية العرباية راح حط في داخلها ماس بتقدر تتحرك بس راح أثبت الماس حطها على العجال وأثبت الماس في داخل العرباية مع سطح العرباية أو جسم العرباية بزن برك وبي هلا بس أبدأ أحرك راح أشوف الماس بتتحرك مش مسموح تمدي ايدك على الماس ما بصير تمدي ايدك على الماس وتحركها بدك تحرك للماس بلي شطارتك ايش تعمل تحرك الكارت بدك تصير تحرك شايفين بصعوبة الهاي ليش الكنترول صعب علم الكنترول صعب لان راح يانا بدي أتحكم بشيء بعيد عنه مش قادر أوصله بدي أتحكم فيه بطريقة مختلفة بتغيير الى ايش مش بالفورس بتغيير تبعتها ولو جيت رسمت هذا سيستم راح يكون الانبوت الى وهاده 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 وهدفي ألائي الان طبع لو حركت بطريقة معينة لو عملت لها على اكس وان شو بصير بأكس وان شو بصير بأكس وان هذا اللي بنا نشوفه هذا هدفنا نطلب المسألة اللي احنا حليناها زمان في مادة الكنترول شو كنا نعمل؟ كانت هاي مثبتة كلها هذا الفريم هون كانت مثبت واحنا كنا نأثر بفورس زي مجال مغناطيسي او مجال كهربائي او اشي على هاي الماس واشوف كيف هي بتتحرك الان انا بحرك الماس بأكس وان اوف تي بحرك بعملها بغض بنظر عن الفورس اللي بديها بحبت الفورس المطلوبة بحيث انه اكس وان اوف تي هي الانبوت والاوت هو اكس تو اوف تي شو راح نعمل الان كمان؟ نفس الاشي راح نعمل فري بودي دايجرام اذا تاخد دولة الازراء هلا هي راح حط انا هون غيمة حاولين هنا وراح اعمل عليه شو يعني فري بودي دايجرام؟ يعني تشوف كل الماسس اللي بتأثر كل الفورس اللي بتأثر عليه الجاذبية ما بتهم مني هون ليش؟ لان انا مهتم بس لهذا زي اتجاه منهم اذا انا انا نشوف هلا هادي الماس واذا اشوف اقول ايش مجموع الفورس زي اللي بتأثره يعني مجموع F I of T I تتساوي بواحد لان يساوي الماس في تبعتها مش هيك A of T تبعت الماس A of T تبعت الماس شو بتساوي؟ مش طبق التالي تبعت X2 مضبوط اذا هادي بتساوي M X2 of T مش هيك؟ طب الفورس زي اللي بتأثر تبعت عليها شو هيك؟ بس هلا بنا نتبع علي شهر لما انا بتفش هادي هون اذا فرضنا انه X1 positive اذا دفشت هيك شو صعب الزنبرك الماسكين هذا؟ راح يشي ضغط لما ضغط شو راح حاول يعمل؟ راح يتفش لما يتفش في اي اتجاه راح يتفش راح يكون positive مش هيك عندي هاي نقطة اذا راح يصير عندي هلا هلا اذا X1 فرضتها اكبر من X2 شو راح يصير لك في compression لو X1 اقل من X2 راح يصير فيه له extension فانا راح افطلق انه X1 اقل من X2 يعني X1 of T minus X2 of T لو فرضنا X1 of T اكبر من X2 of T شو راح تكون هاي الكمية؟ اذا هاي الكمية كانت positive شو صار بالزنبرك؟ نظر لما الزنبرك التضغط شو بيحاول يعمل؟ بتفش لبره لما يتفش راح يتفش ماس هاي باي اتجاه اذا راح تسبب لذا هاي مضروبة خلينا بس كزيح هادي من هون هاي راح تكون مضروبة في مين؟ في الزنبرك؟ شو راح تكون وحدتها هاي؟ ايش هاي راح تطلع معي؟ نيوتون لأنها فورس مصبوط K في K هي مضروبة في ميتر راح تعطيني نيوتون نيوتون هو راح اثرها هاي هو اشي طيب هذا البي نفس الاشي البي فيه سرعة هون لX1 وفيه سرعة هون لX2 اذا كانت سرعة X1 اكبر من سرعة X2 شو راح يصير بالدمبر؟ نظر بوريش راح تحاول تعمل؟ راح تتفش راح تتفش بهذا الاتجاه اذا زائد بي مضروبة بس هلا مضروبة مش بX مضروبة في فلوسي اذا راح تصيرها لاني هون X1 ايش X1 دوبت يعني؟ فلوسي وحيتتها ايش؟ و X2 دوبت شو وحدتها؟ حاصل طلعهم شو راح تصير؟ نيوتر بالساكل لما اضروبهم في نيوتر بالساكل شو راح يعطوني؟ نيوتر ما بصير اجمع فورس لا اشي تاني لازم الفورس تنجمع على؟ فورس اذا هاي التو فورس يزا اللي عندي هون فيش فورس تانية بهذا الاكسس في لهذا بس انا ما بهمني انا عماري باشطل فعلية اتجاه بعيد اذا هاي شو راح تساوي لان ايه شو بتساوي؟ اذا بنت اكسر فيها ايه تو اعطي منها هذا ايه تو شو هي؟ اكس دو دول دوت اذا اكس دو دول دوت اوكي؟ هلا شو بنتنا نحاول نعمل؟ بنتنا نحاول نحب كل اكس دو على جهة وكل اكس وان على جهة باش مصبول؟ ناخد اكس وان في كين اكس وان اوكي زايد بي في اكس وان دوت بساو الاشارتة الماياس راح تدروع الجهة التانية شو راح تصير؟ فهاي راح تصير بلس كي اكس دو بلس بي اكس دو دوت مع الاف فعندي الام اصلا هي موجودة مون اكس دو دول دوت زايد بي اكس دو دوت زايد كي اكس دو دوت شو اللي عنده جوه الاشتقاق هادا شو عاطيني؟ بشرط ايش؟ اللي بيش اكس وان لازم تكون اكس وان او زيرو بتساوي زيرو وهون هون راح يصير عندي هلا بي اكس دو دوت زايد اكس دو دوت زايد راح طلع هون بجوه راح يضل عندي بشرط انه اكس دو دوت بتساوي زيرو و اكس دوت اكس دوت زايد بي اس زايد كل واضح الخطوة هاي جاملنا هون اذا هلأ بدي عمل ري ارانجين بعمل ري ارانجين لهاي انا الـ اكس دو اكس دو اكس دو عندي هون بي اس بلس كين على ام اس كويرا زايد بي اس زايدة اكس دو في اختلاف لما كان عندي بالاصل فورس الامبوت الامبوت فورس ما كانش اندي هدا كان اختلاف رسيط طيب نراجع بس عالسريع هادي شو اعطتني هاي بالاس بلين كم بول و كم 0 2 بول 2 بول رح يجوني من هون 1 0 و رح يجين من هون منس كي على و هون رح اعطيني 2 بول والبول رح يكون حسب الكل فاهم هاي هاي هون كيف وصلنا لهاي اذا هون احنا نطلع على ترانسل فونكشن لهاد هذا السيستم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة